محاولات أوروبية للتحرك لإحيال التفاق النووي الإيراني بعد جمود قاتل تل ثماني جولات من المفاوضات في فيينا فمع زيارة مفاوض الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا المرتقبة إلى طهران الثلاثاء بدأ أن هناك فرصة أخيرة لإنقاذ هذا الاتفاق الذي تعثر أكثر بابتعاد إيران عن بنوده ومطالبتها برفع حرسها الثوري من القائمة الأمريكية السوداء للمنظمات الإرهابية وفي محاولة لحل حالة هذه العقدة المفروضة تقدم الأوروبيون بعرض يتضمن رفع الحرس من هذه القائمة على أن تظل كينات تابعة له من ضمنها لكن إيران رفضت بشدة هذه التسوية وهي التي كانت قبلتها سابقا بحسب ما كشف خبير غربي مطلع على المحادثات فيما أفادت مصادر صحفية أيضا أن تراجع طهران ظهر بعدما علمت أن قبولها بهذه التسوية لن يظل سريا الغموض حول ما بلغته مفاوضات فيينا ازداد بعد أن أشار دبلوماسي غربي إلى أنه لم يكن هناك أي اتفاق كامل على الإطلاق وأن الوضع صعب لأن الاتصال بين الإيرانيين والأمريكيين يتم عبر وسطاء في المقابل تؤكد إدارة بايدن أن الولايات المتحدة قدمت الكثير من الخيارات بشأن التنازلات غير النووية والالتزامات التي يمكن طهران تقديمها في المقابل وبحسب مسؤول أمريكي كبير فإن الأخيرة رفضت أي مقترحات من واشنطن على ما يبدو وما يزيد من تصلب الموقف الإيراني في رأي الخبراء ما طرأ على الساحة الدولية من اندلاع حرب أوكرانيا وبالتالي فإن ارتفاع أسعار النفط والذي صب في خزانة إيران جعلها ليست في عجلة من أمرها لرفع العقوبات الاقتصادية في الوقت الراهن على الأقل رشخيات العربية